سيد السفير يعني كما تبعنا في هذا التقرير هي معجزة فعلية كان لزامن على مصر أن تقوم بها حرب السادس من أكتوبر لكسر نظرية الأمن الإسرائيلية لكن إلى أي مدى أحدثت هذه الحرب تغييرا في الفكر الاستراتيجي الذي أكبر على جلوس على طاولة المفاوضات شوفي الكلمة اللي حضرتك قلتيها أجبرت على الجلوس على مائدة المفاوضات أعتقد الرئيس السادات كان هدفه أن يحل السلام كبديل لفكرة الحرب وليعصم دماء شعوب المنطقة من الحرب الوائدة إسرائيل دخلت السلام مجبرة ليست راغبة السلام طريق ذو اتجاهين إذا أنا اقتربت منك واختربت مني حيتحقق إذا أنا اقتربت منك وصدطيني أو بعدت عني لن يتحقق السلام انظري إلى رئيس السادات ذهب إلى أقصى أو أخذ أكبر خطوة ممكن تؤخذ لتحقيق السلام أنه ذهب إلى القدس ذهب إلى بيت العدو الذي عشنا وتربينا ورضعنا كراهيته حتى يحقق السلام دي الخطوة ماذا كانت الخطوة التي اخذتها إسرائيل لتحقيق السلام أو لنزع فتيل الكراهيت غطت طغت على لبنان واحتلت جنوب لبنان لفترة واحتلت بيروت ضمت القدس وضمت الجولان ولم تترك عمل عدائي ضمرت يعني غزة بتتعرض للضمار هذه ليست أول مرة دي رابع مرة تتعرض فيها غزة للضمار لم تترك بلد عربي لم تقصفه يعني أنا كنت سفير في السودان وفي أثناء ما أنا في السودان دخل الطيارات الإسرائيلية إلى السودان داخلها وضربت قافلة من السيارات بدعوة أن هذه السيارات متجهة إلى غزة يعني كلام حتى لا يصدقه عقل ضربت موقع في سوريا بدعوة أنه بتبني مفاعل زري وكل المصادر بما فيها وكالة الطاقة الزرية نفت هذا الكلام لم تترك فرصة لأن ينبت السلام في الأرض يعني برغم أن رئيس السادات خطى خطوة الأردن خطت خطوة السعودية قدمت مشروع للسلام شامل مع إسرائيل وكلما نخطو خطوة في سبيل السلام يخطوهما خطوة في سبيل الحرب ترجمة نانسي قنقر